السقر الياباني أو مالك الضربات القاضية هكذا أطلقت عليه الجماهير ممرو تاكامورا من قنمي هاجمي النوئيبو سنوات طوال من التدريب وإيجابية في تدبير الأمور أشياء ساهمت في سطوع موهبته في عالم الملاكمة من ناد صغير ومتواضع استطاع بلغة العالمية والمنافسة على ألقاب العالم لم يكتفي يوما بما حققه بل طالما أرد استياد أنجاد أكبر وبكثير فكلما كان الحاجز أصعب كلما صارت الأمجاد أعظم